السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تصحيح نموذج آخر من فروض المراقبة المستمرة إذن في هذه الحصة سنشتغل على نموذج من امتحانات مادة الاجتماعيات الخاصة بالسنة الأولى الثانوي إعدادي للفرض الأول خاص بالدورة الثانية إذن سنبدأ بمادة التاريخ لدينا الاشتغال على وثيقة إذن عندنا هذه الخطة الزمني المطلوب مننا ماذا؟ أملأ الخطة الزمني بما يلي أولا بكتابة أسماء الخلفاء الراشدين في أماكنها المناسبة ثم بكتابة التواريخ المناسبة لكل مرحلة في المكان المخصص لها إذن لدينا في سنة 11 هجرية إذن في هذه السنة فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالخليفة الذي تولى الخلافة بعده هو أبو بكر الصديق وذلك من سنة 11 هجرية إلى سنة 13 هجرية ثم بعد ذلك جاء الخليفة عمر بن الخطاب الذي تولى الخلافة من 13 هجرية إلى غاية 23 هجرية أي لمدة عشر سنوات وبعد عمر بن الخطاب جاء عثمان بن عفان من 23 هجرية إلى غاية 35 هجرية وبعد عثمان بن عفان كان جاء آخر الخلفاء الراشدين الأربعة الذي هو علي بن أبي طالب إلى غاية سنة 41 هجرية إذن هكذا سنملأ هذا الخط الزمني بأسماء الخلفاء الراشدين هكذا وبتتمة السنوات المناسبة لكل مرحلة ثم السؤال الثاني لدينا عرف ما يلي إذن عرف أولا الخلافة إذن الخلافة هي نظام سياسي يقصد به النيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في تسيير شؤون المسلمين دينياً ودنياوياً ثم الوحي إذن الوحي تعريفه هو ما بلغه الله إلى أنبيائه من شرع أو كتاب بواسطة أو بدون واسطة ثالثاً سمي النظام الإسلامي الذي ساد خلال فترة حكمهم من أحد عشر هجرية إلى غاية أربعين هجرية أو واحد وأربعين هجرية إذن خلال هذه المرحلة فنظام الحكم كان هو نظام الخلافة الذي يعتمد على الشورى إذن سنقول نظام الخلافة وبعد نظام الخلافة جاء نظام الوراثة إذن رابعاً ارتكزت الدولة الإسلامية على مبدأ الشورى بين ذلك مشيراً إلى الكيفية التي أصبح فيها أبو بكر خليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن سنقول في جوابنا كان اختيار الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على مبدأ الشورى حيث يتولى الخليفة تسيير شؤون المسلمين دينياً ودنيوياً وهكذا اجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصار وتشاور فيما بينهم ليستقر رأي الصحابة على أفضلية أبي بكر فبايعوه ثم بايعه المسلمون بعد ذلك نمر لمكون أو مادة الجغرافية إذن لدينا مفاهيم ومصطلحات تعرف عرف ما يلي إذن أولاً النمو السكاني إذن ماذا يقصد به إذن يقصد به التزايد الذي يعرفه عدد السكان بشكل متصاعد خلال فترة زمنية معينة إذن هذا تعريف النمو السكاني ثم الهجرات إذن الهجرات ماذا يقصد بها إذن هي انتقال السكان من مكانهم الأصلي إلى مكان آخر وقد تكون داخلية أو خارجية سواء للاستقرار بشكل دائم أو مؤقت إذن دو مفهوم الهجرة السؤال الثاني عرف العالم نمواً سكانياً متزايداً خلال القرن العشرين حيث انتقل مجموعة سكان العالم من 1 مليار وستمائة وخمسون مليون نسمة سنة 1900 إلى ستة ملايير ومائتي مليون نسمة أذكر أسباب هذا النمو السكاني إذن طبعاً فأسباب هذا النمو السكاني يمكن أن تعود إلى تطور مجموعة من المجالات كالفلاحة والصناعة والصناعة الغدائية والطب وما إلى ذلك وتوفر العلاج لمجموعة من الأمراض الخطيرة مما أدى إلى تزايد عدد السكان إذن عموماً ممكن أن نجيب كما يليس نقول يمكن إرجاع أسباب هذا النمو السكاني إلى تطور مجموعة من المجالات كالفلاحة والطب والصناعة الغدائية مما ساهم في تحسين التغذية وتراجع انتشار المجاعات وكذا توفر العلاج لعدة أمراض خطيرة ثالثاً املأ الجدول التالي بحساب نسبة التزايد الطبيعي إذن لدينا هنا مجموعة من الدول لدينا المغرب نسبة الوفايات في الألف هي 6 في الألف أما نسبة المواليد في السنة فهي 25 في الألف إذن باش نحسبو نسبة التزايد الطبيعي نأخذ نسبة المواليد ناقص نسبة الوفايات بمعنى غن نروا 25 ناقص 6 غنحصلو على 19 في الألف إذن نسبة التزايد الطبيعي هي 19 في الألف ثم لدينا فرنسا نسبة الوفايات 9 ونسبة المواليد 11.2 إذن ندير 11.2 ناقص 9 سنحصل على 2.2 في الألف ثم مالي لدينا نسبة الوفايات 18.2 ونسبة المواليد 49 في الألف إذن ندير 49 ناقص 18.2 سنحصل على 30.8 ثم لدينا ألمانيا إذن لاحظوا معي ألمانيا فنسبة الوفايات 10.9 فهي أكبر من نسبة أو أكثر من نسبة المواليد وهي 8.5 ومع ذلك إذا درنا 8.5 ناقص 10.5 لاحظوا فالحد الأول من عملية الطرح فهو أصغر من الحد الثاني وبالتالي سنحصلو على عدد سلبي سنحصلو على ناقص 2.4 هي نسبة التزايد الطبيعي في الألف ثم ثالثا لدينا التربية على المواطنة لدينا موضوع مقالي إذن أن تحتاج الإنسانية اليوم إلى التسامح لتنبذ كل أشكال التمييز والعنف والتعصب ولتعيش في طمأنينة وإخاء إذن المطلوب أكتب موضوعا إنشائيا في حدود ثمانية أسطر توضح فيه مفهوم التسامح وأهم أنواعه مع احترامي منهجية كتابة موضوع مقالي من مقدمة وعرض وخاتمة بدأنا سنكتب موضوع إنشائي أو عفوا موضوع مقالي سنتحدث فيه عن مفهوم التسامح وأنواعه ونبدأ رأينا فيه مع احترامي منهجية كتابة الموضوع المقالي إذن سأقترح عليكم هذا النموذج إذن سنقول في المقدمة يعتبر التسامح من القيم الإنسانية النبيلة التي يحث عليها الإسلام ويقوم على الاعتراف بالآخر والعيش المشترك والسلام والاحترام المتبادل فما هي أنواعه؟ إذن هذه المقدمة إذن نمر للعرض إن التسامح في العلاقات الإنسانية يتجلى في عدة أنواع فهناك التسامح الديني الذي يقوم على التعايش بين الأديان وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وهناك التسامح العرقي والجنسي الذي يظهر في تقبل الآخر واحترامه ونبذي الميز العنصري ثم يأتي التسامح الفكري القائم على أدب الحوار والتخاطب والانفتاح على أفكار الآخرين إضافة إلى التسامح السياسي الذي ينبني على ضمان الحريات السياسية والفرضية والجماعية واعتماد مبدأ الديمقراطية إذن هذا العرض ثم في الخاتمة سنقول مثلا أعتقد أن الشعوب في حاجة ماسة للتسامح بكل أنواعه حتى يعيش الجميع في جو من الوئام والسلام والأمان وحسن الجوار إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النموذج أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بخير